السلام عليكم ورحمة الله ده كده كاست بولكس وده البارد بتاعه خمسة كي او زيرو خمسة وتلاتين مية وتمانين اي. عايز اطلع الكود بتاعه فهقرف هيلين البروسيسور و الافروم. ده بعد كده بيبقى فيه كالكيوليتور بيطلع الكود. او بتعمل له ابلود لحد. hello all now i'm having this radio here and now I will lead with VVDI PROc the NEC processor. having power here connected from below and these five wires. ground rxtx and two wires also مصر 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 ب850 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 و الان سوف اتبع الوضع الوضع اي وقتي اوصل لها كهرباء كده اوصلت توصيل اهي تمام بعد كده صمت لذلك سأستخدم مكوب3 لذلك سأستخدم نك وفرم واحد يتبع من قبل وهي مده المده 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 سأنتظر إلى هذا المده سأنتظر إلى أن يخلص الفيل وبعد ذلك سأبدأ الابرم مده 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 أسر المدود السفر يجب أن نجد مكوضر مكوضر ونجد مكوضر وضع مكوضر سوف نجد مكوضر سوف يجب مكوضر و ينزل هذا الوضع ثم يتقل معاك يجب مكوضر حسنا دلوقتي هابدأ اقرأ الابرم بالكليب. اتوصل كده. كان خط الكهرباء متوصل على المقاومة الزيرو اللي هي دي. مقاومة الزيرو اللي هنا. 0 Ohm resistance on the left side. now i'm connecting the clip to the apron and our connected then I will go to ST 0.825 0.95 0.128 ثم أضع ثم ثم نتعلم ونعلمه كتابة إيبرم ثم نتعلم ثم نتعلم ثم نتعلم الآن سأخذت الموادين من هذا الرجوع سأقوم بإمكانهم